اوه يا عضمة كاردة اوه الخمول في الجو ده شوية سمك على الفطار تعمهم لسه بوق لحد دلوقتي من الوضع الطار اللي في تلفزيون ده بقول لك ايه ما تنقولني الريموت اللي على التربيزة ده كده عشان مكسلهم اجيبه وخلا نشوف حاجة ترني وريد تقول لهم يعملوني شوية لبن رايب عشان عايز اهضم السمك ده ولو عينها غفلت ونمت بقى صحيني على الساعة 12 كده ما تسيبنيش لحد دل فجل تسدى التلج مطلعش واحد زي ما كنت متخيله بس انت متأكد ان المنطقة ده امان وما فيش دباب هتطلع تهاجمنا هو انت بتعمل لجل تلج يستبر لاش عبط ان تلدك عنده عيال دلوقتي اوه ولا ولا اتزحن ايه ده هو انا دخلت النور اوه ازاي سعبين الاشكال دي تدخل البيت كده هل في سلام عليك يا صاحبي انت اللي احصل لك وعد تحت مكن الجزي الاعشاب ولا الكلب المعلمس جليل اعتذر فاقدوك تكمل برنامج مكانه بعد ما ساعدنا سنبا يوصل للحكم السلطة خديته وبالصاحبنا زي الاول فاحنا اخدناها من قصيرها وارحنا نعيش في المحمية مع صبح اللي وضايدة اوه ما يبانش عليه ان اسمه صبح يعارف بس دي الحقيقة المميز زينا انه مفيش خطر مفيش جوع بس مفيش متع زي الاول حتى بص على بومبة شكله ميت بس هم تقل في الاكل مشاقطة اوه تعال تلعش برضو كفائك تسود وتعالي نوريلي بتكشف في فرف الجهاز اطلع علي بالزوح سلك والله ما احلك النهاردة يا ست انا مش مجنون زي ما بقولك كده في فرف الجهاز انا مش اعمل عقل بعالي العيش اللي بيخدني ايخ البيت ده جهاز ما جاش من ورغ كل شهر ايه اوه ايش قلتلك عشان تبيتسديني ده انت اطلع عينك النهاردة تعال اشوف السطة لقيتم استخبي عندك في المكتب احنا على اتفاقنا على كل فرق اجيبو لك هتديني عليها حلويات بس ريتي توصل مراد انت شاف ديله قديه غلبني وارب افكه قصدي بسطاده فدلت لعبك مني في السلوك هي ناس مبراعي النهاردة تعالي ولكو تقدروا تجيبوا ايه بعشرة دولار من اي صور ماركت ايه ده لحظة كيلو اللحمة المجمدة وصل 27 دولار و 45 سنت الفيديو بواز ليه في بين خلاني عيده من الاول كده الهداية بيتجهزة اول ما تجي تسحى وتنزل تفطر هتلاقي نوع الورد اللي بتحبه على الترابيزة هو ايه نعمة يا دجل بتاع المشاة اللي خلع عالو التبطب على ايه ومنهم هتشدلي ديلي بس مش مهم كل ايهون عشان خطرة لو سمحت حضرتك كونت المضيفة ولا الطيار طيب امتى تبدأ تقدم الوجبات طيب حزم الامان بتاع ديه انا كده ممكن اكون في خطر لو الطيارة وعد طيب هو انا لو دخلت الحمام وشدت السفون هتشفت فعلا يعني انا كده خلاص قدمت انسالتي في الحياة وبقى مليش لازمة وصحي بينا دلوقتي طالما بقتوا بتصحوا لوحدكوا اول ما بتصحوا بتاكلوا كمان فين ايام لما كنت بقى لو صحي فيكم بالساعات عشان ترموا تفتدوا وتأكلوني معاكم ليه دايما كل حاجة حلوة بتبسيتني بتاخدوها مني زهر ما بقاش في مكان للطيبين في العالم ده هاها اخيرا نفتكر سرقة مش لنا حاجة نطفحها يا بنت بقى وانت لما جلت تشيريني مش يراجل قالك على نظام الغذائي بتاعي وكمان جايبهولي مش شط شط انت عايز ترد عليك اقولوني انا هرايا حق هاتي ده كده غرف ده يا الله وتعاشي بوشي كده تاني قال اهاتي ده في نعمة ربنا لايه انتم منك نعمة ربنا لا ليه انتم منذ